في مثل هذا اليوم هاجرت أول قفلة من أهالي دماج بعد حصار دام أكثر من مئة يوم من هنا كانت بداية انفراط العقد ومن هذه النقطة بدأ تاريخ انهيار الجمهورية وكسر البوابة الشمالية لها وقبل هذا انهيار قيم المواطنة والتعايش هجر أبناء دماج قبل أربع سنوات أمام مرأة ومسمع العالم كله وبتوطئ قيادة الدولة حينها الذين سهموا بتسهيل عملية التهجير وصل الوجع كل قصر وكل مقر وأصبح من وقفوا متفرجين راكبين على السيارة ذاتها شاربين من الكأس نفسه تغاضى المجتمع الإقليمي والدولي والمنظمات الحقوقية عن إدانة تهجير أبناء دماج وأشح بوجهه عن هذه الجريمة وعن مبادئ الحقوق المدنية للمواطنين بغض النظر عن أفكارهم وتوجهاتهم النخبة السياسية والثقافية اتخذت مواقع الفرجة وتعاملت مع الجريمة وكأنها لا تعنيها البعض استنكف الدفاع عن أبناء دماج بحجة أنهم سلفيون متطرفون فكريا رغم أن ذلك لا ينفي الدفاع عن حقوقهم المدنية في أن يظلوا في منطقتهم بعد دماج تساقطت أحجار الدومينو وتم إسقاط بقية المحافظات في غفلة من الزمن كانت دماج كرة الثلج التي تدحرجت من أعالي جبال الشمال حتى وصلت أقصى سواحل الجنوب في عدن يبدو مثيرا لسخرية أن جميع الأطراف التي تواطأت مع ميليشيا الحوثي أو صمتت حين هجر أبناء دماج تعرضت لنفس المصير بدءا من الرئيس نائبه أعضاء الحكومة الأحزاب السياسية النخبة الثقافية جميعهم تقريبا هجروا من مناطقهم نهيك عن ملايين المواطنين في معظم المحافظات بل إن حليفهم في الانقلاب حزب المؤتمر وقياداته نالوا نصيب الأسد من حملة القتل والتنكيل والملاحقة بعد مسيرة التنكيل الممتدة منذ أربع سنوات يبرز سؤال للواجهة متى ستتوقف عجلة الدمار الحوثية؟ وهل استوعب اليمنيون درسة أكلت يوم أكل الثور الأبيض؟ والأهم من ذلك من ينقذ اليمنيين اليوم من توحش الحوثي وعجز الشرعية؟